وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله صلاة وسلام عليك في الأولين صلاة وسلام عليك في الآخرين صلاة وسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة وسلام عليك يا أشرف سيرة في الوجود صلاة وسلام عليك يا أطهر مولود صلاة وسلام عليك يا صاحب الحوض المورود صلاة وسلام عليك يا نور عرش الله صلاة وسلام عليك يا رحمة ربنا المهداه سلاما على الهاد البشير محمد ما أنا بقول لحضرتك إذا أردت أن يفرج الله قربك فأكثر من الصالة على سدن النبي إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصالة على سدن النبي إذا أردت أن يزيل الله همك فأكثر من الصالة على سدن النبي إذا أردت أن يزيح الله غمك فأكثر من الصالة على سدن النبي إذا أردت طمأنينة للقلب فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت شراحا للصدر فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت بركة إذا أردت فتحا إذا أردت نصرا إذا أردت خيرا فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلاما على الهاد البشير محمد ومن هو سيدنا النبي محمد سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن غالب ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سلاما على الهاد البشير محمد سلاما على بحر السماحة والكرم سلاما على من شع في الكون نوره بمولده حتى استضاءت به الأمم سلاما على من قد ضع الله ربه لأمته يرجو النجاة من النقم فبشره إن سنرضيت فيهم وأنت شفيع الخلق إن ذلت القدم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقة برنامجكم مع الرحمة أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منه وما بطن وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حظ الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين آمينة آمينة يا رب العالمين عبادات منسية عبادات منسية هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب اللهم أمين أحبابنا الكرام في هذا اللقاء يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة وبعد طول انتظار صاحب الفضيلة فضيلة الأساذ الشيخ الدكتور عبدالله درويش من علماء الأزهر والأوقاف أهلا وسهلا أهلا وسهلا مناورنا أستاذ بارك الله وكيف أستاذ مولهم ربنا يكرمك ويسعدك وكبر بخاطرك آمين يا رب وإياكم جميع المشاهدين ربنا يكرمك أكرمكم الله وبرك فيك أحبابنا الكرام الله يمنح من شاء ما شاء الله يمنح من شاء ما شاء ويرفع من شاء على من شاء ويعلي من شاء بما شاء ويمنع من شاء ما شاء ويعز من شاء بما شاء ويذل من شاء بما شاء فهذا سلم وذاك أعطاه وهذا خفضه وذاك علاه فإذا عجبت لتدبير الكون فقل لا إله إلا الله إن ربك هو الخلاق العليم يخلق ما شاء بأسباب وبغير أسباب الله في عطائه لا يحتاج إلى أسباب قال الأطباء لم ترزق بالولد لكن الله عز وجل له تدبير وأمر فإذا أعيتك حيل البشر فقف على باب من لم تعجزه حيلة تريد مالا كن يا من يملك الأموال أعطني تريد مالا كن يا من يملك الأموال أعطني تريد عزا فقف على باب من يعز العباد تريد عملا فقل يا رب استخدمني تريد زوجة صالحة فقل يا رب زوجني تريد ولدا بعد طول زمان كن يا رب هب لي ربك يهب والهبة ليس لها سبب ولذلك قال يهب لمن يشاء ولم يكن يعطي لأن العطاء قد يكون بسبب أما الهبة فبغير سبب بل وبغير استحقاق وإنما محض تفضل من الله الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم طب بعد الكلام الجميل ده إن بنقول إن ربك سبحانه وتعالى يخلق ما شاء بأسباب وبغير أسباب إن ربك سبحانه وتعالى له في عطائه وفي عطائه لا يحتاج إلى أسباب ومع ذلك أنت بعيد عن عبادات ربنا سبحانه وتعالى أنت بعيد عن عبادات ربنا سبحانه وتعالى لو فعلتها تتقرب لله سبحانه وتعالى وتكون في مكان أفضل وفي شكل أفضل وفي درجة أفضل طب ليه إحنا بننسى هذه العبادات إيه هي العبادات المنسية في البداية والتعليق على هذا العنوان لابد أن نبدأ به معه أستاذنا الشيخ الدكتور عبدالله درويش نعم أهلا وسهلا ومرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فجزاكم الله خير من أستاذ ملهم وبارك الله فيكم وجعل هذا اللقاء لقاءا نافعا لكل من يشاهدنا يا رب العالمين عبادات منسية هذا عنوان مهم جدا ولا بد له من مقدمة المقدمة ببساطة إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وهو المستحق للعبادة هو الذي كما تفضلتم يعطي ويمنع وهو الذي أوجدنا من العدم وأمدنا من العدم ورزقنا سبحانه وتعالى قبل أن نسأله ولذلك هو يستحق من العبادة والله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما معنى العبادة؟ العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هذا معنى العبادة ببساطة كل ما تفعله أيها المسلم وكل ما تقوله وكل ما تنويه بقلبك إذا استحضرت فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى صار عبادة لله سبحانه وتعالى وهذه العبادة لها أركان وأسس الأركان والأسس هي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج هذه هي الأسس طيب العبادات المنسية ما هي؟ العنوان نسبي نسبي يعني إيه؟ يعني فيه وحد محافظ على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة وبخشوع وكذا ده رجل لم ينسى الصلاة لكن فيه واحد آخر نسي هذا الفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى فالصلاة بالنسباله ده عبادة منسية للأسف ومنسية هنا بمعنى مهملة أحيانا الإنسان يعني مش بينسى ولكنه متذكر وكل شيء لكنه متكاسل لكنه منشغل لكنه بيعطي الأهمية لأفعال أخرى ويهمل في مسألة الصلاة ولذلك النسيان لو الإنسان نسى ثم تذكر الله عز وجل يغفر له لو نسيان فعلي نسي أنه صلى العشة فين؟ يا ده خبره يبدأنا نسيت أصلي العشة طيب قوم على طول صلي وربنا غفور رحيم لأنه لا يؤخذنا بالنسيان لكن النسيان بمعنى الترك بمعنى الإهمال بمعنى التخلي عن أمر الله عز وجل هو دل عليه الحساب نعم وهو دل عليه العقاب ولذلك من أول العبادات المنسية علشان نمشي بفقه الأولويات من أول العبادات المنسية عند بعض الناس فرائض الله عز وجل تجدوا ما بيصليش أصلا تارك للصلاة ما بيصليش إلا الجمعة وحتى الجمعة بيرحها متأخرة عشان ما يسمعش الخطبة وخد بال حضرتك ده تارك لفريضة من فرائض الله عز وجل نعم تجد آخر من العبادات المنسية عنده مع إن تسعة وتسعين وتسعة من عشر من الأمة بيصوموا والأطفال بيصوموا لكن هو ما شاء الله كده طول بعرضه مع ذلك مهمل في مسألة الصيام وما بيصومش نعم ده الصيام في حقه دي عبادة منسية وربنا سبحانه وتعالى حسبه عليه وإحنا قلنا منسية يعني مهملة يعني متروكة ولذلك من أهم العبادات المنسية يا أستاذ مولهم الاهتمام بقضاء الفوائد ده أنا لازم قبل ما أتكلم عن العبادات المنسية من الذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتبسم في وجه الناس إلى آخر هذه العبادات المنسية اللي احنا عايزين نذكر الناس بفضائلها إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة لازم من باب فقه الأولويات إن أنا أركز أولاً على الفريضة يعني محاسبة النفس على الفراء أحسنت نعم إن أنا أحاسب نفسي أنا صليت من سنة من عشر سنين لكن أنا مكلف وبالغ من عشرين سنة طب ما في عشر سنين كده أنا عبادة منسية نعم طب هعمل إيه؟ جمهور العلماء على إنه تقضى هذه العبادات بمعنى يعني إيه ده ده هيبقى صعب أبداً ولا صعب ولا حاجة مع كل فرض مما تصلي اقضي فرضاً مما فاتك نعم صلي ظهر فائت مع الظهر الحاضر وعصري فائت مع العصر مع العصر بتاع اليوم وهكذا يبقى لو لقيت الله عز وجل غداً الله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك حاسب عليها؟ بهذه النية المباركة إننا ربي عاهدتك أن أقضي ما علي إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يتجاوز لكن إذا جاءني الموت وأنا تارك لهذا ومفوت له وليست حتى في نيتي إننا أقضيه لا إبا سأحاسب طيب الصيام في ناس ما صميتش اللي متأخر بنقول له لا تعالى حاسب نفسك كم رمضان فاتك من غير صيام لازم تقضي هذه الأيام أقضي إن فاشا طلع فيديا يعني لا ده الكلام ده الفيديا دي المين للعاجز عن الصيام لما حضرتك بتصوم رمضان وصحيتك ما شاء الله يبقى حاول بقى تاخد كده كل أسبوع يوم يومين لحد ما تظن أنك قضيت ما عليك الزكوات نفس القصة يبقى أول حاجة يسمولها من العبادات المنسية قضاء ما عليك من الفرائض إن الله لا يقبل من العبد نافلة حتى يؤدي الفريضة ودي الأولى من العبادات المنسية جميل ما شاء الله يعني إحنا بنقول كده بكل بساطة ده الكلام حضراتك بيوضح لنا حاجة مهم إيوا دكتور عبدالله إسلامنا جميل أحسنت ودينا جميل بس أرّب أيوة هو بس أنت أرّب أكرمكم الله وربنا سبحانه وتعالى عفو وغفور وغفور رحيم بس أنت أرّب بس تكون عندك النية أحسنت صحي كده؟ أحسنت وتكون البداية من تقرب شبرا تقرب الله منه الذراعا من تقرب ذراعا تقرب الله منه باعا ومن أتى الله يمشي أتاه ربه هرولا بمعنى أنه سريع القبول لتوبة العبد ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى ويبدل سيئاته حسنات بشرط أن يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعلى قدر النواية تكون العطاية نعم ولذلك من العبادات المنسية برضو والشيء بالشيء يذكر الاستغفار والتوبة يعني تخيل حضرتك واحد شيل حمل اثنين من الزنوب طيب أنت شيله ليه؟ طيب ما تنزله من على كتفك وتنزله من على ظهرك وخفف نفسك من الحمل ده هذا زنوب كتير أول طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله طيب ما تيجي النهاردة وتعالى اللي لادي نجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأقول له يا ربي أنا نادم على كل ما فات وعهد بيني وبينك إننا في المستقبل لن أفعل المعاصي ولن أقصر في فريضة وجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى لو حضرتك مت من هذه الليلة الحمل التئيل ده بتاع سنوات طويلة خلاص ربنا سبحانه وتعالى غفرهم فالإنسان يجدد الاستغفار والتوبة ولا ينسى أن يبيت كل ليلة على استغفار وعلى توبة بمعنى أنه يردد حديث النبى عليه الصلاة والسلام له سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت النبى عليه الصلاة والسلام ومن قال هذا الدعاء من ليلة أو في مساء فمات من ليلته دخل الجنة ومن قاله في يومه فمات من يومه دخل الجنة يعني ده من أذكر الصباح والمساء اللي الإنسان يقوله مرة في كل صباح ومرة في كل مساء بحيث أن دايما يلقى الله سبحانه وتعالى لو لقي الله في هذا اليوم أو في هذه الليلة يلقاه على توبة ويلقاه وقد مح ذنوبه بل وبدل سيئاته حسنا جميل يبقى عبادة قضاء الفوائد من صلاة وزكاة وصيام ما بين كسين محاسبة النفس على الفرائد ثم الاستغفار والتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى طيب ننتقل إلى عبادة أخرى أحبابنا الكرام عبادة الوظيفة عبادة بمعنى أنا نص يوم في الشارع أو أن أنا بدور وماشي في أكل عيشي وده في الأصل من باب العداد خلاص أنا بقيت متعود أن أنا كل يوم بنزل بروح شغري بروح وباجي إلى آخرة طيب أنا إزاي بقى أحول باب العداد إلى دائرة العبادات اللي هي الوظيفة عبادة أحسنتم بارك الله فيكم هو ده المعنى إنه أنا كده كده بشتغل أي وعلى فكرة المسلم بيشتغل والملحد بيشتغل وغير المسلم بيشتغل وهكذا الدنيا كلها كده نعم كل الناس بطبيعتها بتسعى على معاشها وبيروح وظيفته في الصباح وبيرجع آخر النهار أو بيروح وظيفته في أول الليل وبيرجع آخر الليل فعنده ساعات من يومه يوميا في هذا العمل نعم طيب العمل عادة بمعنى بمعنى المسلم بيعمله وغير المسلم بيعمله دي عادات طيب هل ممكن أنا ساعات العمل دي تكتب في ميزان حسناتي وفي صحيفة العبادات الله 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 آه ممكن ممكن آه وإلا يبقى تلت عمري ضايع ولا نص عمري ضايع يعني أما أنا لو اقتصرت على معنى العبادات اللي هي أركان الإسلام ودي أسس العبادات مفيش كلام فيها دي يبقى العبادات في حياتي يعني قليلة أوي يعني ساعة في اليوم صلاة وشهر في السنة صيام وممكن ميباش عليها زكاة وممكن ميباش عليها واجب الحج دي يبقى العبادات في حياتي قليلة أوي وربنا بقول خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيقول لك لا حاول بقى أنك تحول الساعات اللي حضرتك بتشتغلها دي إلى عبادات تبقى عبادة تبقى عبادة إزاي قالوا أول شيء علشان يصير العمل عبادة لابد من إخلاص النية عندنا كم شرط كده علشان يبقى العمل إيه عبادة مو كلمة العمل عبادة دي صارت مثل عند الناس نعم العمل عبادة يعني إيه العمل عبادة بيقصد بقى الوظيفة كلمة العمل عبادة الدارجة عند الناس نعم صحيح لا هيئة ولا حديث لكن المعنى صحيح أي طب يبقى عبادة ازاي قالوا اول شيء او اول شرط اخلاص النية لله سبحانه وتعالى تمام وانا رايح الشغل ليه وانا رايح الشغل عشان اتعالى على الناس واللأزي زملائي واللفتن مش عارف على مين واللأزي لا 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 انا مش رح علشان كده انا رايح الشغل علشان اكسب لقمتي بالحلال بدل ما مدي دا للحرب النية دي الوحدها تحول العمل الى ايه الى عبادة جميل خلاص يبقى اخلاص النية لله سبحانه وتعالى نمرة اتنين قالوا ان يكون العمل في حد ذاته حلالا عملك نفسه يبقى مشروع وحضرتك ما تروحش تشتغلي في مكان تقدم خمرا للناس مثلا وقول ده انا بعمل عبادة وقول ده انا عمل عبادة واحدة تكشف عورتها وتقولك ده انا والله انا في عبادة لا العمل نفسه يبقى مشروع يبقى ربنا راضي عن العمل ده نعم نمرة ثلاثة قالوا ان يؤدى باتقال عشان يبقى العمل ايه عن فريضة الله عز وجل ده مهم جدا بقى ليه لان حضرتك واسمولهم ما بتسمعش كلمة العمل عبادة الا لما تيجي وانت بتشتغل كده تقول لي صاحبك ايه ما تقوم نصلي قولك يا واسمولهم انت مستعجل على ايه يعني ما العمل عبادة وحنا يعني بنلعب ما انا بنشتغله والشغل ده عبادة قوله لا بقى العمل اللي يشغلك عن عبادة الله واداء الفريضة ويضيعها لا يبقى مش عبادة ولا حاك ده ربنا بقولك اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا البيت سيب اللي في ايدك كل طب وبعدين هنقعد في المسجد 24 ساعة ابدا فاذا قضيت الصلاة فاتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ورين شطرتك بقى عندك 24 ساعة اشتغل فيهم بس ما تجيش على وقت فريضة الله عز وجل واتضيعها بحجة ان العمل عبادة عملك عبادة بشرط ان لا يشغلك عن فريضة الله عز وجل اربع شروط ذكرهم العلماء علشان تبقى وظيفتك وحضرتك خارج للعمل تتحول من عادة الى عبادة تتحول من عادة الى عبادة والسعادة كلها تجي في مزان حسناتك سبحان الله يوم القيام نفس القصة تقال للي ما بيشتغلش لربة المنزل اه من بنزل اروح الشغل وزوجتي بتاخد بالها بقى من البيت وتاخد بالها من الاولاد وبتعلم وتربي وتطعم وتسقي والكلام ده كله هي بتعمل ايه اه دي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى واخد بال حضرتك هي عابدة السعادة دي كمان في مزان حسناتها يوم القيامة الله 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 واخد بال حضرتك اه يعني كنها تقوم بتدبير امور زوجها ايبا هو برا بيكدح وبيتعب وهي بتسنده وهي في البيت هم اطمن على اولاده وهم معاها واخد بال حضرتك زهنه متفرغ لعمله لانه عارف انه بيرتكن على او بيركن الى امرأة تقية تتقل لها عز وجل في بيته وفي اولاده يرجع الى بيته فيجد طعامه ويجد حاجته وبتعملها بحب وبتعملها سيب حضرتك بقى من الحكاية ايه هو ده واجب عليها ولا مش واجب عليها والدعوات الغريبة اللي بتطلع لنا كل شوية دي لا ده ما احنا نتكلم بقى طب واجب على الراجل هو كمان انه يسعى على على ما عاشه ولا مش واجب وهكذا يا اخي بالفطرة كده والتربية المصرية بتاعتنا كده عارفين من زمان ان الرجل بيكدح خارج البيت والمرأة بتكدح هي كمان داخل البيت وعملوها في البيت لا يقل اهمية عن عمله هو نعم واخد بالحضرتك بل بالعكس صناعة الرجال صناعة ثقيلة انها تربي الاولاد وابدية الاجيال الله ينور على حضرتك وبعدين يعني انا ضد حكاية ايه انت بتشتغلي لا انا ما بشتغلش لا دي بتشتغل مين قال انها ما بتشتغلش هي عشان مش موظفة في مكان تبقى بتشتغلش لا بتشتغل بتشتغل شغلانا لا يقدر عليها اقوياء الرجال صحيح واخد بالحضرتك صحيح فتصير ساعتها في بيتها عبادة بهذا المعنى بهذا المعنى انها ربنا وصاها على زوجها فهي وصي استجابة لامر الله تستوصي به خيرا ربنا وصاها على اولادها فهي تحسن تربيتهم ربنا سبحانه وتعالى يعطيها ثوابا على كل ما تطعم وكل ما تسقي وكل ما ترعى هذا البيت فهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ده حياتنا هتبقى كلها عبادة ان الراجل بر البيت عمال بيكدح وبيعبد ربه سبحانه وتعالى وبعدين المرأة كذلك وبعدين يلتقيان في آخر اليوم ليحكي كل منهما ما رآه في يومه يلتمس النصيحة ويلتمس الحنو والمودة والرحمة من الآخر هكذا تصير الحياة والعمل عبادة جميل العمل عبادة ويتحول من عادة إلى عبادة بأربع شروط حضرتك قلته أحسنت دول الأربع شروط اللي يتحول العمل من عادة إلى عبادة إلى عبادة نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل شديد وفيه نشاط فرآه الصحابة فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يعني نتمنى لو كان هذا الرجل معنا شوف حب أحب لأخيك ما تحب لنفسك بوله سلام لو كان بهذا بقوته معنا مجاهدا في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن لا دائرة الجهاد أوسع من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله الله ده طلع يسعى بمعنى هيروح يشتغل علشان يأخذ أخر النهار مبلغ يأخذ طعام لوالديه هو راجع قال له فهو في سبيل الله ده مجاهد في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على صغار له ولاده بقى هو عشان أعربيهم وعلمهم ويبقوا حاجة كويسة فهو في سبيل الله طب ما عندهش لا أب ولا أم ولا ولاد قال له وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها بدل ما يطلب من الأستاذ ملهم ويطلب من فلان وعلان والكلام ده فهو في سبيل الله عشان يكل الحلال طب إيه مين بقى اللي مش في سبيل الله قال له وإن كان خرج يسعى رياءا ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان هو طالع بقى علشان الناس تشوفه ربنا مش في باله عمل يئز خلق الله عمل بأعمال غير مشروعة لا أنت سبت سبيل الله بقى وروحت القضية تانية خالص ولذلك كلمة في سبيل الله تعني أن كل هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي العمل في ميزان حسناتهم يوم اللقاء إن شاء الله جميل يبقى إذن من العبادات المنسية عبادة الوظيفة عبادة وقلنا الشروط كيف تتحول الوظيفة من عادة إلى عبادة مرة أخرى علشان ده أمر همم جدا أربع شروط إخلاص النية لله سبحانه وتعالى العمل حلال ومشروع أن يؤدى بإتقان وأن لا يشغلك عن فريضة الله سبحانه وتعالى دكتور أيضا وضح أن العمل في سبيل الله كيف يكون بعد كده دكتور عبد الله وأحبابنا الكرام من العبادات المنسية إحنا قلنا كده حمزكر كل شوية بحاجة علشان نتذكر نحن بنقول عبادات منسية فإحنا بنذكر بعض قلنا أول حاجة عبادة قضاء الفوائد اللي هي محاسبة النفس على الفرائد أثنين عبادة الوظيفة عبادة وقلنا ثلاثة اللي هي عبادة الاستغفار والتوبة نعم الآن أحبابنا الكرام بنا ننتقل إلى عبادة الذكر وهي شاملة نعم عبادة الذكر عبادة منسية عند بعض الناس برضو عشان يبقى الكلام محدد لأنه ربما حضرتك بتتكلم عن نوع من العبادة فتلاقي حد من المشاهدين بقولك لا بس دي مش منسية ده أنا بعملها آه هي يعني حضرتك متذكر ولكن عند غير لكن عند غيرك عند بعض الناس والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيام من العبادات المنسية عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى وكلمة ذكر الله أول ما بيسمعها بعض الناس بيتخيل أيوة ععد بقى وامسك سبحة واخد بل حضرتك وععد بقى أذكر ربنا سبحانه وتعالى وده طبعا أمر يعني محبوب وأمر التفرغ ومجلس الذكر ده من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى وصاحبه مثاب لكن هي القصة أن ميزة الذكر أنه مش محتاج مجلس وإن كان مجلس العلم كما نكرر أو مجلس الذكر له ثواب عظيم جدا لكن أقصد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هي العبادة السهلة الميسورة المحبوبة إلى الله عز وجل الخفيفة على اللسان والتي تستطيع حضرتك أنك تعملها في أي حال أنت عليها بمعنى أنك تبدأ كل حاجة في حياتك بسم الله وده ذكر لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله هاكل بمدي دايا كده قلت بسم الله بشرب بسم الله بفتح الباب بسم الله بقفل اللبواب كده آخر الليل علشان أنام بقى وكده بتمم على البيت بقفل كل حاجة وقل إيه بسم الله بسم الله زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا مش كده طيب فبتبدأ كل شيء بسم الله ومش دا ذكر لله سبحانه وتعالى طيب لما خلص الشيء سواء طعام أو شراب أو غيره وقل الحمد لله مش دا ذكر لله سبحانه وتعالى ونحرص بقى نعلم ولادنا القصص دي يعني الحكاة دي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي وانت بتربي ابنك تذكر انك بتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ودمن العبادات للأسف برضو اللي بعض الناس نسيها اللي هي عبادة تربية الولاد يا مولانا هي دي عادة تربية الولاد إزاي هي دي عادة ولا عبادة هي عندي غيرك عادة بالفطرة كده هو احنا ينعلي ابنه حتى لو ملحد حتى واخد بال حضرتك فبيرب الولد وخلاص هو بيررب الولد وخلاص انما حضرتك بتربي الولد وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى المليم اللي بتنفقه الجنيه اللي بتنفقه على ابنك اعظم من الجنيه اللي بتتصدق به على مسكين سبحان الله مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده دي نار أنفقته في رقبة ودي نار تصدقت به على مسكين ودي نار ودع أعظمها أجرا دي نار أنفقته على أهلك يعني الله دي عبادة او عبادة بس أخلص النية لله سبحانه وتعالى أنا ما بنفقش على الولاد عشان أمين عليهم بعد كده ما بنفقش على الزوجة عشان مش عارف عايز منها لا 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 أنا بنفق لله لأن ربنا أمرني كده تقربا لله سبحانه وتعالى تبارا مع ربنا سبحانه وتعالى احسن في أهل بيته ولذلك ده بي بنفى يديته بقى والسي زمولهم بعد كده عند الخلاف لما يختلف مع زوجته أو لما يختلف مع أولاده وما لقش منهم بر أو ما لقش من زوجته اعتراف بالجميل ما يزعلش ما يزعلش ليه وأنا ما اشتغلتش عنده وأنا اشتغلت عند ربنا فأجر عند ربنا مضعش محاول الله مش كده ولا إيه فالإخلاص بيريح الإنسان حتى وإن لم يجد إيه مقابلا عند الناس فتعليم الأولاد ذكر الله سبحانه وتعالى وتربيتهم تعلمهم فرائض الإسلام وهكذا ذكر الله بالتسمية بالحمد ذكر الله بتحيتنا واحنا تحيتنا إيه السلام مش كده برضو نعم السلام عليكم ورحمة الله في ناس كتير نسية تحية المباركة دي وشايف أنه لو قالها ده حيسخروا مني ده مش عارف لا 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 أبدا تحية من عند الله مباركة طيبة هاتلي تحية في الدنيا تشمل هذه الصفات أو فيها وحدة حتى من هذه مباركة طيبة من عند الله مباركة طيبة مباركة طيبة الله ذكر عبد الله نعم وفيها ذكر لله والسلام ده إيه اسم من أسماء الله عز وجل جعله الله في الأرض في أفشوه بينكم والسلام دعاء لمن تلقاه بالسلامة للأسف إحنا دي بقيت عبادة منسية السلام عبادة منسية آه أنا مقابل للأستاذ ملهم في الطريق أقول له السلام عليكم يا أستاذ ملهم طب قابلت واحد بعده ما بكلموش مش كده معيني النبي عليه الصلاة والسلام قال تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف مش كده برضو يبقى دي عبادة هي ولذلك سيدنا ابن مسعود كان مع أصحابه ذات يوم فمر عليها رجل وقال السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن خصص هو أبا عبد الرحمن أعلم لوحده ولوائف لوحده سيدنا ابن مسعود لا دمعه الناس فاللي معدي ألا السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن فقال سيدنا ابن مسعود صدق الله ورسوله صدق الله ورسوله اللي معا تعجبه إيه صدق الله ورسوله قال إن رسول الله صلى الله عليه قال إن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف أو سمى في رواية تانية تسليم الخاصة تسليم الخاصة يعني يعني أنا أعرف فلان بسلم عليه ما أعرفش فلان ده للأسف أن بعض الناس يبقى داخل المسجد هيهدي فريضة من فرائض الله عز وجل لا وينظر إلى الناس وما فيش لا إفشاء السلام عبادة منسية على من عرفت ومن لم تعرف وتبسمك وأنت تفشي السلام يعني إفشاء السلام ومعه إيه ابتسامة كده يبقى عبدت ربنا عبادتين أسنانك ليست عورة مش كده برضه يبقى حاول تتبسم في وجه الناس عبدت عبادتين أنت مقابل واحد يمكن لا تعرفه ولا يعرفك تبسمت في وجهه دخلت محل تفتح الأبواب دخلت محل بتطلب طلب مش كده برضه نعم فابتسامة وقبل أي كلام السلام قبل الكلام هكذا علمون قبل ما تقول أي حاجة السلام عليكم طب وبعدين وهو بيرد بقول عليكم السلام تسببت في أنه ذكر الله شكده برضه الله يبقى أنت ذكرت الله وهو كمان ذكر الله سبحانه وتعالى جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله أن تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى إفشاء السلام ذكري لله سبحانه وتعالى لما واحد يقدم لك شيء تقول له جزاك الله خيرا خيرا دعوت له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجزلت له العطاء كأنه بتقول له والله أنا عاجز إن أنا يعني أوفيك حقك فربنا سبحانه وتعالى الله يوفيك حقك جزاك الله خيرا الكلمات الطيبة إنه لما تتعجب يا خبر ابيض يا خبر مش عارف وليد كله ما تقول سبحان الله سيدنا النبي لما كان يتعجب لي سبحان الله مش كده برضه هكذا هي أذكار الصباح أذكار المساء تحياتنا كلها ذكر لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون كل ذلك عبادة إيه عبادة منسي جميل يبقى عبادة الذكر حضرتك بيتعممها مش بيتخصص بس إن مسألة الذكر في مجلس الذكر أو مجلس العلم برغم الثواب الكبير والفضل الكبير لهم ولكن حضرتك بتقول إن عبادة الذكر بتشمل إفشاء السلام السلام عليكم ورحمة الله مع إفشاء السلام التبسم في وجه أخيك تبسمك في وجه أخيك صدقة ثم أيضا التسمية عند كل فعل التسمية عند كل فعل خلصت الحمد لله حد بيقدم لي حاجة طيبة بقول جزاكم الله خير نعم حسن يبقى ده شيء رائع بعد كده بننتقل دكتور عبدالله وأحبابنا الكرام إلى العبادات القلبية نعم العبادات القلبية نعم القلب كما يعبد ربه يعصي ربه سبحانه وتعالى في قلب بيعبد وفي قلب بيعصي الله سبحانه وتعالى من معاصي القلوب إيه؟ من معاصي القلوب الحسد وكراهية النعمة عند الناس سلم يا رب وتمني الشر لناس واحد قاعد هو ما تحركش من مكانه ماذا كده برضو؟ نعم وقيل له إن فلان حدثت له نعمة من غير ما يتكلم كده في قلبه جوة كده تمنى زوال هذه النعم معاصية قلبية ماذا كده برضو؟ نعم إنسان بيوسيء الظن بالناس إنسان بيحقد على الناس دي معاصي قلوب القلب ده زي ما بيعصي الله عز وجل أيضا يطيع الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية محبة الخير لخلق الله كنت قاعد كده قلبك سليم بتتمنى الخير للناس بتتمنى الهداية للناس بتتمنى كل من فاع لخلق الله سبحانه وتعالى هذه عبادة نعم من عبادات القلوب من العبادات القلبية كذلك التفكر التفكر ده عبادة قلبية فلينظر الإنسان إلى طعامه أنه صببنا الماء أصب ثم شققنا الأرض شقق فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتولد ونقلة إلى آخر هذه الكلمات المباركة من كلام الله سبحانه وتعالى ده بيقولك انظر حتى للأكل اللي انت بتاكله انظر لحبة الرمان دي من خلقها ومن صنعها بهذا المشهد العجيب الذي يعجز عنه أي مخلوق انظر إلى الماء الذي تشربه إلى الطعام الذي تأكله إلى رغيف الخبز كم يد ساهمت في صنعه حتى يوصل إليك التفكر التفكر في النفس ربنا سبحانه وتعالى بيقوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن الإنسان كلما نظر إلى شيء عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى تفكر فيه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول أصحاب القلوب اليقظ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم رجعنا للذكره وبعدين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا كان المؤمن بيتفكر في آيات الله عز وجل في غيره يمر على آيات الله قال الله وهم عنها معرضون يبقى في واحد يرى آيات الله وكأنه لا يرى شيئا إنما المؤمن مش كده المؤمن يعبد الله عز وجل بقلبه يتأمن ويتفكر وينطق لسانه سبحان الله سبحانه وتعالى سبحان الله الخالق الذي خلق هذا من العبادات القلبية ياسم الملهم الرضا يا سلام الرضا الإنسان يرضى وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس يعني صحيح إنه ربنا سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات طيب أنت راضي بالله ربنا رزقو لك راضي عن زوجتك راضي عن أولادك راضي بالوظيفة اللي أنت فيها ولا أنت على طول ساخط كن في ناس كده كلما تكلمها الشغل ايه الشغل والعمل الشغل والولاد مش راضي حالي واللي جابه واخدها لحضرتك ايه القصة دي لا يشعروا بالرضا لا يشعروا بالرضا ولذلك هذا إنسان لا يذوق طعم السعادة إنسان اللي صاخط دايما وشايف أنه لا أنا كنت أستحق أكثر من هذا ماشي خلي عندك طموح وشتغل أهلا وسهلا لكن وإنت بتشتغل يبقى قلبك راضي أنا بسعى للوصول إلى المكان الفلاني أو المرتبة الفلانية ممتاز حلو والمؤمن دايما عنده علوه همة كده إنه ما بيرضاش بالدون وعايز دايما يبقى أفضل لكن وإنت بتسعى للأفضلية خلي عندك رضا في قلبك وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس طب أعملها إزاي دي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول لنا انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تسدروا نعمة الله عليكم يعني وحضرتك بتمشي بين الناس كده أكيد أنت حضرتك ركب سيارة نعم مش كده برضو طيب بس وانا ببص كده لقيت واحد ركب سيارة فارهة يعني أفضل من سيارتي كثيرا جدا نعم لو انا ركزت مع ده سأحتقر نعمة ربنا علي وليه اللي انا ركيبها دي أنا في نعمة مش كده طب لو بصيت لواحد ماشي على رجلية مش لاقي حاجة يركبها يبقى أنا في نعمة مش كده برضو نعم وهكذا واحد عنده ملايين وأنا الحمد لله ربنا كفيني بطعم أولادي ومش محتاج لحد لو بصيت لصاحب الملايين ده ممكن أحتقر نعمة ربنا علي نعم إنما لو بصيت لواحد لا يجد عملا ولا يجد رزقا أقول اللهم لك الحمد ده معنى انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم يعني ألا تحتقروا نعمة الله عليكم ده يمنع الطموح أبدا لا يمنع الطموح كان مولانا الشيخ الشعراء والله رحمة الله كان يتكلم عن الأثر يا ابن آدب خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسنت لك رزقك فلا تتعب فكان سنة الشيخ يقول يقول لا تتعب قلبك لكن أتعب بدنك يعني إيه؟ ما تقولش الله خلاص بقى ربنا آسم الأرزق وانا ليني قاعدة هو ترام الرزق هيجيني لا ولك اتعب بدنك اسعى واشتغل وعمل بس لا تتعب قلبك تفكرش كتير نعم ما تحقيتش ما يبقى خلي عندك عبادة إيه؟ عبادة الرضا والحقيقة إن باب العبادات بالنسبة للقلب باب واسع جدا نعم لكن يعني في هذه التي ذكرناها إشارة إلى أنك يمكن أن تستخدم قلبك في إحياء كثير من العبادات المنسية الرضا والخشوع ومحبة الخير للناس وزيادة الإيمان وهكذا حتى يكون قلبك بالله وبالناس أحسنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والله قال أنا عند ظن عبدي بي مش كده نعم يبقى أنا أظن بربي خيرا أظن أنه سيرزقني وأظن أنه سيشفيني وأظن اللي هو الأمل في الله سبحانه وتعالى والرجاء في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وكذلك حسن الظن بالناس نعم مش معقول أنا كل ما أشوف واحد بيعمل آه ده أكيد عمل حاجة غلط عند سوق ظن عرف آه أكيد عمل حاجة غلط ده هو بيعمل كده علشان مش عارف هتتعب الإنسان اللي بيعيش بهذا القلب يجد عناء في حياته إنما حسن الظن بالنسبة العلماء كانوا يقولوا لو شفت أخاك فعل فعلا يحتمل السوء من تسعة وتسعين وجها ويحتمل الخير من وجه يحمله على الخير مش كده؟ أه ده أكيد أكيد ما يقصتش أكيد هو أصده كذا كذا أكيد وهكذا ده حسن الظن بالإيه بالنسبة ده عبادة إيه لم ينطق ده عبادة قلبية ولذلك صاحبها يستريح من عناء الدنيا ويجد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى يبقى العبادات القلبية منها منها حب الخير للناس الرضا التفكر حسن الظن بالله وبالناس حسن تمام معنا بعد كده دكتور عبدالله والوقت يمر بنا سريعا عندي عبادات منسية في معاملة الناس عبادات منسية في معاملة الناس منها الكلمة الطيبة أحسنتم من العبادات المنسية في معاملة الناس آخر حاجة قلناها في العبادات القلبية لحسن الظن أنا أحسن الظن بخلق الله سبحانه وتعالى مع الحذر ده مش معنى حسن الظن أن الإنسان يهمل الأسباب لا أنا أخذ بالأسباب إذا تدينتم بدينين إلى أجل المسمى فاكتبوه أنا أخذت بالأسباب ومع ذلك أنا حسن الظن بالناس منها المعاملة أو العبادة المنسية في معاملة الناس الكلمة الطيبة برضو الكلام ده مش عند كل الناس كتير من الناس بينسى الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة التي تشرح الصدر الكلمة الطيبة التي يعني تجبر الخاطر الكلمة الطيبة التي تهدئ إنسان منفعل الكلمة الطيبة التي تقضي حاجة إنسان وقول للناس حسنة ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني لو حضرتك خيرت بين كلمة حسنة وكلمة أحسن لأ ده أنا هسيبي الحسنة وأترقى وأخذ الأحسن يعني إن أنا كلامي دايما كلام طيب كلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى كلام فيه إصلاح بين الناس حضرتك تعلم أن الكلمة قد تكون سبب في دمر أسرة مش كده برضو لو إنسان دخل بين اتنين وأخذ يؤلب هذا على هذا ويؤلب هذا على هذا تفشل الأسرة ربما يتوقع عداوة بين اتنين النميمة مش كده فالإنسان لا يدخل بكلمة طيبة ليصلح بين خلق الله سبحانه وتعالى بكلمة طيبة قد يدخل السرور على إنسان لو حضرتك ماشي كده ولا يتعامل بينظف الشارع يقوله جزاك الله خيرا ربنا يعينك أي حاجة من الكلمات الطيبة دي مش كده برضو مش دخلت السرور عليك وهكذا قس على هذا إن دايما لسانك يبقى لسان حلو بينطق بالكلام الحلو مقتدي بسرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خرج منه إلا الكلام الحلو والكلام الطيب والحق نعم من العبادات أيضا المنسئة في معاملة الناس ساتر عيوب الناس ما من أحد من الناس إلا وعنده عيوب نعم ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وكلنا بنحاول إنه لا يظهر عيبنا لأحد فإذا وقع إنسان وبان عيبه فينبغي أن يجد من من حوله سترا على هذه العيوب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يعني عيب أو حكاية أنه إيه ننشر فضائح الناس على الإنترنت وننشر فضائح الناس على الفيسبوك وننشر فضائح وكأن الناس لقيت لإيه يعني أخذ بالحضرتك وده ياخد الخبر من فلان ظهور المعاصي عيب في مجتمع المسلمين يعني مش من مصلحتك ظهور المعاصي طبعا عيب في مجتمع المسلمين يعني نحن دائما نقول أن الإسلام يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا لما حضرتك بقى تبدأ تنشر مثل هذه الأمور فممكن غير المسلم يقول لك الله طيب أمال فين المبادئ وفين الفضيلة وفين كذا فإذا ظهرت العيوب من السنة ومن الواجب على الإنسان أن يسترها يستر يعني إيه يعني خلتها وقف عندك نعم وصلتك واخذ بال حضرتك خلتها وقف عندك ما تنشرش ما تفضحش خلق الله والمسلم يستر وينصح والمنافق يعير ويفضح يعني المنافق ما يسد إن واحد يظهر عنده عيب عشان يعيره وعشان يفضحه إنما المسلم لا ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى سيقول للعبد المؤمن لما يرى معاصيه مكتوبة في صحفه نعم يقول أو في صحيفته يقول له ربه سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك نعم مش كده طب مين بقى اللي ربنا ستره في الدنيا وهيغفر له يوم القيامة عبد ستر على خلق الله سبحانه وتعالى من ستر مسلما ستره الله ستره الله في الدنيا والآخر وكان النبى عليه الصلاة والسلام يقول خاطب المنافقين الحريصين على إظهار عيوب الناس يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته يبقى من أراد ستر الله فليستر على خلق الله سبحانه وتعالى سلم يا رب ربنا يبري فيك دكتور عبدالله يعني الوقت مرة سريعا ومعنا عبادات كثيرة منسية نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يبقى احنا دكتور عبدالله وأحبابنا الكرام تكلمنا عن عبادات منسية بعض منها قلنا عبادة قضاء الفوائد من صلاة وزكاة وصيام يعني بابينكو صين محاسبة النفس على الفرائد ثم تكلمنا عن عبادة الاستغفار والتوبة ثم بعد ذلك تكلمنا عن عبادة الوظيفة عبادة كيف تتحول الوظيفة من عادة إلى عبادة قلنا أربع شروط إخلاص النية لله العمل حلال ومشروع أن يؤدى بإتقان وأن لا يشغلك عن طريق الله أو عن فريضة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تكلمنا عن عبادة الزكر منها إفشاء السلام والتسمية عن كل فعل وأيضا اتكلمنا عن التبسم واتكلمنا كمان عن يعني لما حد يقدم لحاجة جميلة وحاجة طيبة أقوله جزاكم الله خيرا بعد كده اتكلمنا عن عبادات قلبية منها حب الخير للناس الرضا التفكر وحسن الظن بالله وبالناس بعد ذلك انتقلنا إلى عبادات منسية في معاملة الناس الكلمة الطيبة وستر عيوب الناس ده اللي احنا اتكلمنا فيه أحباب الكرام في هذا اللقاء ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا يا رب الله وما من بالتأكيد هناك عبادات كثيرة وعديدة عبادات منسية ولكن احنا بنذكر أحبابنا بنذكر أنفسنا أولا ونذكر أحبابنا في كل مكان بأن احنا بنحاول أن احنا نقرب كلنا من ربنا سبحانه وتعالى وبنحاول أن احنا نرجع للطريق السليم والطريق القويم ولذلك احنا يعني ختاما اسمولهم كده علشان التفاصيل كثيرة كما تفضل أي نعم خلينا نحط قعدة علشان أي عمل تقيص على هذا على هذا القعدة هي كل عمل تفعل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونيتك خالصة لله سبحانه وتعالى فهو عبادة لله سبحانه وتعالى مرة أخرى كل عمل عمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها ونيتك خالصة لله سبحانه وتعالى فهو عبادة لله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والإخلاص لله سبحانه وتعالى تصير الحياة كلها بكل تفاصيلها عبادة لله يا رب اللهم أمين كل عمل تفعل موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونياتك خالصة لله فهو عبادة لله ربنا يباري فيك دكتور عبدالله تنورتنا وسعى التالي ربنا يباري فيك حبيبنا ربنا يخيمك ويزيدك ونسعد بك دائما بمنهج الوسط المعتادل والابتسامة الجميلة ربنا يباري فيك ربنا شكرا جزيلا دكتور عبدالله درويش من علماء الأظهر والأوقاف أحبابنا الكرام دي كانت حلقتنا وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نكون سبب في أن نحن نرجع ونعود للطريق السليم الصحيح وفي النهاية نخذ القاعدة لدكتور عبدالله ألا في النهاية كل عمل إن تفعله موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونياتك خالصة لله فهو عبادة لله فهو عبادة لله قل إن صلاة ونسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له سبحانه وتعالى أذكر مرة أخرى بما قلت في البداية الله تبارك وتعالى يمنح من شاء ما شاء ويرفع من شاء على من شاء ويعلي من شاء بما شاء ويمنع من شاء ما شاء ويعز من شاء بما شاء ويذل من شاء بما شاء فهذا سلبه وذاك أعطاه وهذا خفضه وذاك علاه فإذا عجبت لتدبير الكون فقل لا إله إلا الله أحبابنا الكرام كل الشكر والتحية وتقدير لحضراتكم من قصة قناة الرحمة وافر تحياتي وتقديري أترككم أنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته